المسح على الجوربين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسها على الجوربين أخرجه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة وقال حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان وضعفه غير واحد من الأئمة لكن للمسح على الجوربين شواهد تذكر في الباب وقد ثبت المسح على الجوربين من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم من الصحابة في ذلك أحد ومما روي عنه المسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأناس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي كذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم ولذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله الجوربان بمنزلة الخفين في المسح والمسح على الجوربين هو من مفردات مذهب الحنابلة والجوربان الذين يشرع المسح عليهم هما ما كانا ساترين للقدمين كالخفين وهل فيهما وصف زائد على كونهما ساترين للمحل ذهب عامة العلماء ممن جوز المسح على الجوربين ذهبوا إلى اشتراط كونهما صفيقين ليسا برقيقين ولا شفافين ونعني بالجورب الصفيق الغليظ المتين الذي يستر البشرة بحيث لا ترى القدم من ورائه ورجح الإمام بن حزم والعلامة الألباني والعلامة بن عثيمين عدم اشتراط الثخانة في الجوربين وأنه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة أيضا ترجمة نانسي قنقر